أجواء هادئة تسيطر على جنبات المسجد الكل يبحث عن الخلوة مع الخالق للتقرب فهناك من يصلي أملاً في التواصل مع الله وآخر يرتل آيات الذكر فيعلو صوت صاخب بسبب شاب جزائري فما القصة؟ روحانيات يستشعرها من يجلس في هذا المكان فالكل يذهب إليه حتى ينعش مشاعر طمأنينة والدفء من خلال التقرب من الإله السكون والهدوء يعمان المكان الجميع يحاول البعد عن صخب الحياة فلا يوجد صوت عال بين جنبات هذا المكان الذي يهرول إليه أي إنسان يحاول الشعور بنوع من أنواع الطمأنينة والسكينة صوت الأذان يعلو بعد هذا الهدوء الذي يعم الأجواء ليسرع كل من يوجد بداخل مسجد في الجزائر إلى الوضوء أو لصلاة ركعتايا النافلة قبل الدخول في صلاة الفريضة وبعد هذه الروحانيات العطرة والمشاعر الدافئة التي يحاول الجميع الحصول عليها في هذا المكان تظهر المفاجأة المدوية وذلك بسبب شاب جزائري يعلو بجواره صوت أغاني الراب داخل المسجد أفعال غريبة وطريقة غير متوقعة استغل بها شاب جزائري داخل أحد المساجد بالجزائر الهدوء الذي يعم المكان فيحاول أن يستهدف هذه الأجواء في صناعة محتوى يجلب له ملايين المشاهدات صانع المحتوى حاول أن يستغل هذه الأجواء بتعلية صوت أغاني الراب ليمزج معه ما يهفو إليه أي شخص يحاول الشعور بالطمأنينة منفذا لقول الخالق ألا بذكر الله تطمئن القلوب آيات من ذكر الحكيم دمجها هذا الشاب الجزائري مع ذلك الصوت الصاخب لأغاني الراب لتبدأ العيون والمسامع تتجه نحو هذا الفعل غير متوقع من الشاب الذي يتلو الآيات على نغمات أغاني الراب موجة من الغضب العارم عمت أجواء الجزائر بعدما شاهدوا محتوى الشاب الجزائري فالبعض يحاول أن يوضح فجاجة مرتكبه صانع المحتوى وشحنة الغضب ازدادت حينما رأى بعض من المتابعين لهذا الشاب أنه يمس بحرمة المساجد ويستخف بتعليم القرآن الكريم فمروان الباتني لمس قدسيات وخرج عن تعليم محكمة بتوقير الذكر الحكيم هجوم عنيف طال مروان بعد فعلته بمسجد في مدينة باتن الجزائرية فالمتابعون نعتوه بالشاب الذي يحاول تطويع الدين لصالح الموضة وذلك بارتكاب مخالفات في تعاليم الإسلام والشحنة التي ساعد الباتني في تصعيدها لدى الجمهور والمتابعين حولت محبيه إلى مبغضين فها هو شخص ينعته بمثير الجدل ومؤجج الأجواء بالجزائر وقبل أن تأتي لحظات النهاية في واقعة مروان الكل يطالب بضرورة معاقبته أشد عقوبة على فعلته الخارجة داخل أرواقة المسجد